الحذر حقيقة من هذا الأمر الذي يشير إليه إمامنا الكاظم عليه السلام يقول من كف نفسه عن أعراض الناس هذه ما إلها حماية هذه بخلاف البيوت بيوت ما تقدر تدخلها إلا من بابها مسورة بس أعراض الناس ومهالشكل تقدر تحكي وراهم تقدر تتكلم عليهم تقدر تعلق على كلام واحد حتى طيب وما سلم أحد من هؤلاء ابدأ ما بعد المعصومين من المرجعية وإنت نازل طيب من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله يوم عثرته يوم القيامة يوم القيامة أنت عليك حسابك دقيق ومفصل وبالصوت والصورة وبالأبعاد الثلاثية حسب التعبير بعضهم يستفيد من هذه نفس هذه نفس هذه مو صورته ولا بالفيديو فقط بعضهم يقول نفس العمل ووجدوا ما عملوا جبون هذا الإنسان المذنب نعوذ بالله سامع الأغنية والمطلع على الصور الخليعة والملاحق للفتيات نعوذ بالله بعلاقات غير مشروعة واستارق من ما لغيره والظالم لأخيه أو لأهله نفس هذا الشغل يجيبوه قدامه وهذا شيء سهل الآن البشر سوه الآن البشر بالأبعاد الثلاثية قاعدين يسوونا بيوت تبنى بالطابعة أبعاد الثلاثية هذا شغل البشر فكيف رب البشر فيجيب نفس العمل بناء على هذا التفسير زي فيشوف الإنسان قدامه عثرات كثيرة أخطاء كثيرة زلات كثيرة ذنوب كثيرة هذا الإنسان بس عنده فرصة هذا اللي كف نفسه عن أعراض الناس ما تتبعها بالفضيحة ما أشاع عنهم بالباطل بل ما تكلم عنهم بالسوء بالحاق يقول هذا فيه طيب فيه بس هذا غيبة يصير إذا ما فيه بهتان مضاعف الذن لا لنفترض هذا الإنسان غضوب لنفترض هذا الإنسان ما أدري عنده تلك الصفة السيئة إذا تتكلم عليه عند غيرك أنت قد اغتبته أما إذا لم يكن فيه فقد بهدته وافتريت عليه مجرد أن هذا الشغل موجود فيه وهالصفة موجودة فيه لا يبرر لك أن تتحدث عنه ترجمة نانسي قنقر